السلام عليكم طبعا لو بدنا في اختبار الفصل الثاني 2013-2014 في ريد 263 اول فقرة عندي اختياري ما معامل الحدر عيس لناتج كثيرات الحدود طبعا الحدر عيس هو معامل اكبر قص في الحدودية فانا عندي هني عمليات طرح فممكن انا في البداية اسوى عمليات الطرح وبعدين اشوف اكبر قص فراح نبدي طبعا اهني اثنين اكس والسبعة راح تنزل نزل اول حدودية نفس ما هي زائد اثناش ونغير الاشارات مالة الحدودية الثانية يعني نقول ناقص اربع اكس والستة زائدان خمسة اكس زائد اثنين اكس والسبعة ما غيرت الاشارة ما تسأل خمسة اكس انا فهذا خمسة اكس بتصير بعد بنناقص ناقص وناقص اثنين اكس السبعة وسالب احداش بتصير زائد احداش نختصر طبعا لاحظوا هني اثنين اكس السبعة وثنين اكس السبعة فلاحظوا الناتج عندي خمسة اكس خمسة زائد اثناش ناقص اربع اكس ستة ناقص خمسة اكس زائد احداش طبعا ما يهمون ان احداش واثناش اقدر اجمعهم بس هم مطلوب ستة. والحد رئيس له المعامل هو سالب اربعة فهو الاختيار سي. السؤال الثاني طالب مني دالة كثيرة حدود درجتها اقل ما يمكن ومعاملات حدودها ذات صحيحة. وعطاني ان العددين سالب واحد وجذر ثلاثة اي من الاصفار. طبعا اهني دايما اذا يعطيني الجذر تخيلي او صفر تخيلي. طبعا اعطاني الجذر ثلاثة اي هو صفر للدالة. فاذا هذا صفر للدالة فلازم يمرافق اله بعد يكون صفر للدالة. لانا دائما يكون الاصفار التخيلية مع بعض. يعني ما يسر واحد يقول جذر ثلاثة اي هو حل. لا بعد سالب جذر ثلاثة اي موجود في من الحلول. فهذه سالب جذر ثلاثة اي الصفر ايضا للدالة. فاحنا راح نكتب العوامل ونضربهم في بعض. فاحنا راح نقول ان مثلا لو سمينا الدالة اف اكس. راح نقول اكس ناقص الصفر اللي عندي. طبعا انه عندي صالب واحد. ف اكس ناقص ناقص واحد هي اكس زايد واحد. في عندي جذر ثلاثة اي فتصير اكس ناقص جذر ثلاثة اي. والصفر الجديد اللي طلعت اللي هو ناقص جذر ثلاثة اي اكس ناقص ناقص يعني اكس زائد جذر ثلاثة اي. فانا اول شي اتفك القوسين تبع الاعداد التخيلية. طبعا هذي فرق ما بين مربعين. لان الفرق بس هني زائد وهني ناقص. فهذا فرق ما بين مربعين. طبعا بنزل ايك زائد واحد اول شي. فرق ما بين مربعين يعني تضرب الاكس تربحها بتصير اكس تربيع. وتربع الثاني تحط ناقص. جذر ثلاثة طبعا تربيع ثلاثة. اي في اي يعطيك اي تربيع. فالناتج بيكون اكس زائد واحد في اكس تربيع. طبعا اي تربيع يساوي سالب واحد. هذي تساوي سالب واحد. فسالب ثلاثة في سالب واحد موجب واحد. او موجب ثلاثة اقول. موجب ثلاثة. فمجرد ان انا حنبغفق هذه الاقواس حق نوجد الحدودية. طبعا عندي انا اكس في اكس تربيع بيعطيني اكس تكعيب. اكس في ثلاثة ثلاثة اكس. اكس تربيع في واحد. واحد في اكس تربيع زائد اكس تربيع. واخر الشي ثلاثة في واحد يعطيني ثلاثة. لو انا حبّت اتأكد من جوابي. ممكن انا عوض بالآلة عن سالب واحد في هذه الحدودية. بيعطيني الناتج صفر. ونفس الشي لو عوضت عن هذه. هنا بعد نفس الشي بيعطيك صفر. ولو عوضت بعد بالصفر الثالث بيعطيك صفر. فهاي طريقة للحل. او طريقة للتأكد من الحل. السؤال الاخير في هذه الصفحة طالب مني ما باقي قسمة هذه الحدودية. لو سمتها مثلا اف اكس على هذه الحدودية. طبعا حسب نظرية الباقي. اذا قسمنا ذلك اف اكس على اكس ناقص ار. فناتج التعويض. ناتج التعويض يعني اف ار يساوي يساوي الباقي. فاحنا نقول اف ار له هنا كم الار بتكون. بنساوي هذا بالصفر اكس زائد اثنين ساوي صفر فبتكون ساوي اثنين. فالمفروض ان اف سالب اثنين وساوي الباقي. فانا بس مجرد اعوض عن سالب اثنين في هاد الحلودية. فنعوض سالب اثنين وسخمسة سالب اثنين وثلاثين. اه سالب اثنين في اكس تكعيب يعني سالب اثنين في سالب اثنين تكعيب يعني سالب اثنين في سالب ثمانية يعني موجب ستتعاش. طبعا اربعة في سالب اثنين يعني سالب ثمانية. واخر شي عنده بعد صالب ثمانية لاحظوا صالب ثمانية وصالب ثمانية صالب ستاش تروح مع الستاش فيضل الجواب صالب ثلاثين توجد الإجابة طبعا مع واحدة بالآلة فالناتج هو بيكون صالب ثلاثين هذا هو الباقي وهو ناتج التعويض وهذه الإجابة كاملة